يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية في ظل الجمهورية الجديدة هناك إرادة سياسية داعمة للعمل الأهلي تريد أن تحرره من أي قيود إدارية ليظل دور الجهة الإدارية دوراً تنظيمياً فقط للعمل الأهلي من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني والتي نشأت بشكل طوعي من خلال حوار مجتمعي موسع أكد على وجود ظهير داعم لهذه التجربة من كل أطراف العمل الأهلي في مصر التحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية وخلال عام 2022 بلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها التحالف نحو 30 مليون مواطن حيث قدم التحالف خدمات طبية متقدمة وأولية معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية كذلك تم تقديم مساعدات اجتماعية لنحو 20 مليون مواطن تنوعت ما بين رعاية أيتام تجهزات الزواج للفتيات فك كربي غارمات كل ذلك جاء من خلال تمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية ب160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني وخلال العام الجاري تم تقديم دعم نقدي شهري لـ 400 ألف أسرى بإجمالي مليار و300 مليون جنيه ودعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرى بإجمالي 600 مليون جنيه وفيما يخص حملة كتف في كتف تم تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحب المجان بإجمالي 30 ألف رأس بتكلفة بلغت مليار و 260 مليون جنيه تغطي 3.2 من 10 مليون أسرى بمحافظات الجمهورية التحالف الوطني للعمل الأهلي ترجمة فعلية لسياسات رسمت لعمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي تشمل الدخول في مشروعات مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المواطنين الأولى بالرعاية